في اليوم العالمي للمساعدة الإنسانية ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يزداد القلق الدولي بشأن سلامة العاملين الإنسانيين الذين يواجهون ظروفاً صعبة وخطيرة جويس موسويا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة تحذر من تصاعد العنف ضد هؤلاء العاملين مشيرة إلى أن 280 عاملاً إنسانياً قتلوا العام الماضي في حصيلة هي الأعلى من نوعها وتؤكد أن هذا الرقم قد يرتفع على وقع الحرب في غزة فيما دعت إلى وقف هذا العنف ومحاسبة المسؤولين موجهة رسالة واحدة بأن حياة العاملين الإنسانيين ليست أقل أهمية من المساعدات التي يقدمونها واليوم وأكثر من أي وقت مضى يجب أن نعمل جميعاً على حمايتهم حماية قد لا تستطيع الحكومات والمنظمات توفيرها في قطاع غزة الذي يعيش تحت القصف والحصار فحتى العاملون بالمطبخ العالمي المخصصين للمساعدات الإنسانية لم يسلموا من إيران جيش الاحتلال في غزة بعيداً عن الاستهداف المباشر هناك ممارسات إسرائيلية للضغط على العاملين الإنسانيين فمثلاً اتهام العاملين في الأونوروى بالمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر أبرز دليل على تلك الممارسات بغية توقيف عمل المؤسسة الوحيدة لإنقاذ الفلسطينيين في غزة هذا اليوم يأتي ليلفت الأنظار إلى التضحيات الجسام التي يقدمها العاملون الإنسانيون في ميادين الحرب والمجاعة والبيئات القاسية حول العالم إلى جانب المخاطر الصحية الكبيرة التي يواجهونها في ظل انتشار الأمراض والعدوى في مناطق الصراع علي الموسوي ترى تعربي